وطبعاً الخامسة وربعين أسرة كل أسرة رشحت الإسم اللي يطلع من عندها حتى كان فيه مشكلة لتلاتة لأنهما كانوا تحت السن وفقاً للإجراءات الخاصة بالمملكة العربية السعودية وزير المحترم العامل فاروق بالتصالاته بالمملكة حل هذا الأمر لأنه مفروض بيكون فيه محرم وحاجات كده يعني وتحت السن كمان حل هذا الأمر مع السلطات السعودية في حين وعلى طول وطلعوا معهم ومعين راحوا تغدوا وأخذوا أوتوبيسين كبار أوتوبيس أخذ الخمسة وربعين حج بإذن الله والأوتوبيس الثاني أهلوهم عشان يودعوهم وتفتح وزارة ريادة تفتحت على مصر عيها وجرشاته وبتاع للعربيات اللي رايحين يودعوا ويرجعوا ياخدوا عربياتهم راحوا بالأوتوبيس وودعوا كل حاجة ورجعوا أخدوا عربياتهم ونزلين هناك في أحسن الفنادق مش عايز يقول اسمها الفنادق لكن كلها فايف ستارز مش بقاش علام فايف ستارز يعني ودولة ما تأخرتش كل أسرة بفضل الله يعني راح لها كل مستحقتها وفي جزء آخر إن شاء الله هيخلص بإذن الله كل الأمور المعنوية تمت من جانبنا عملنا أمور جيدة جدا ما ينفعش نعلنا هنا على الهواء مباشرة خالص كل حاجة عملت والأندية بتحيي ذكرهم وغيره 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 يعني بالإضافة لدجلة واسموحة والأهلي عاملين التشيرت بتاع 74 شهيد للتكريم والمجد للشهداء لما حد يعمل لي كل ده كل ده ما هو في النهاية أهالي الشهداء دول مفترض أنهم أهالي رابطة المشاجعين مفترض كده مفترض كده إلا إذا كان هناك أمر آخر وأنا أشك أن هناك أمر آخر مفترض كده بعد كل اللي اتعامل ده مفيش تقدير واحد في المليون ده اللي بيحزنني جدا ده اللي بيحزنني جدا تقدير واحد في المليون لكل اللي اتعامل ده هتقولي ده واجب عليك آه واجب علي بس كمان واجب عليها تجاه شهداء رفح واجب عليها تجاه شهداء 25 يناير واجب عليها تجاه شهداء محمد محمود واجب مهول بلد مليانة شوية لكن إحنا بفضل الله علينا تعطفنا وتضامنا حبا وتقديرا لهذه المجموعة من الشهداء وأسماء الشوارع اسم الإبنة هيبقى موجود على الشارع فيه إيه بعد كده فيش تقدير واحد في المليون واحد في المليون تقدير منت لازم منت لازم تحس بالشعب بتاعك ده اللي أنت منه لما الشعب بتاعك يشوف كل ده تعمل وما فيش تقدير واحد في المليون رد فعل واحد في المليون تعالوا عودوا لقا ما نعودش مع وزير رأس لقا مش هنقعد مع رئيس رأس لقا مش عايزينه مع كذا ما اقتلع حتى الراجل بتاع الشورة قال أنا عدت ما اقتلعه تانيه قاله ما عدنا يعني ما عرفش ما عرفش ليه كده ردود الأفعال عكسية هتبقى عكسية رهيبة رهيبة لأنه ألف به مع كل اللي بتعمل ده لازم يبقى فيه يا رب ان شاء الله كلمة حلوة ان شاء الله كلمة حلوة ان شاء الله بيان حلو لكن مش هسين نصل لمرحلة الدكتاتورية الدكتاتوريات بتهدم بتهدم وبتقطع على عروشها ما فيش كلمة حلوة ما فيش حتى بيان حلو نحن مقدرين ظروف مثلا مثلا ظروف الشعب اللي ما بيشتغلش والناس اللي جاعت وإحنا بنرجوهم يستحملونا كمان 10-15 يوم علشان إحنا نفسيتنا تعبانة وعايزين نسمع أحكاءناك أي حاجة أي حاجة أقل حاجة انت أخدت انت تاخد بس بس ما انت بالوضع ده في بيتك هتبقى كده ومع أصحابك هتبقى مع الكودين يا كلها تبقى كده وخصوصا ان موقفك لا مبرر له على الإطلاق ولا يقر لدين ولا عقل ولا منطق ولا أي حاجة على الإطلاق هو فرد قوة وفرد سيطرة وفرد كلمة والناس كلها مش عايزة تصطدم لأن الصدام مش هيبقى في صالح الشباب وإحنا مش عايزين نقطة الدم تانية تقع لكن صعب أن مصر تبقى ضعيفة صعب أن مصر تبقى ضعيفة لا هتبقى ضعيفة بشعبها ولا هتبقى ضعيفة بنظامها ده صعب جدا يعني أنا اتكلمت كتير الحياة قبل كده ولو أنا بكلم جبل كان فيهم كلامي لأنه كلام العقل وكلام العدل وكلام الحب تلاتة دول مفيش واحد في المتضررين في مصر دول كان له دور في اللي حصل في بورس عيد خالص اللي حصل في بورس عيد ده نتاج ممارساتكم انتم مع بعضيكم فيش حد في الشعب المصري اللي دلوقتي بيشيل الكربة على دماغه وبيشيل البؤس على دماغه كان له دور واحد في المليون في اللي حصل في بورس عيد اللي حصل في بورس عيد ده نتاج ممارساتكم مع بعض أفكار التعصب وأفكار فرض الكلمة وأفكار الحقد اللي ملا القلوب معرفش ليه مع أن احنا بنتكلم في كورة ومنتكلم في رياضة ده نتاجه تقدر تقول لي أي واحد فيك يا مصر كلها اللي متبهدل ومتشحتف على قوله ومتعيشه النهاردة كان دوره إيه في اللي حصل في بورس عيد ما إحنا لما قلنا تعالوا كلمونا على الهوى هنا قدام الناس ما هنتم مش عايزين تطلعوا لأن ما فيش منطق معاك لو المنطق معاك هتقول لي أجيه لك أشياء ليبعد جنبك وأتكلم وناقش قدام الملايين ده لو عندك منطق المنطق مش موجود قرأ بسألك سؤال دلوقتي على الهوى سؤال واضح وصريح الناس اللي جاعد ديه واللي تعبت ديه ليه هزنب في اللي حصل في بورس عيد جاوبني قول لي آه قول لي حاجة قول لي أي حاجة لكن الإجابة معروفة ولا حد من الناس دي كلها له دور واحد في المليون واحد في المئة مليون مين اللي له دور انتوا انتوا كلكم الروابط اللي له دور انتوا الروابط اللي عزمتوا ما بينكوا أفكار الحقد والانتقام بس ومع هذا انت بتعقبني على فعلتك انت على الكره اللي ما بينكوا على الحقد اللي ما بينكوا اللي مالوش سبب ومالوش مبرر وبعدين محدش هيعرف يضحك على حد ما انت النهاردة لما تكلم الشعب المصري مين يعرف يضحك على الشعب المصري ما الكلام واضح هل حد في الناس دي كلها له دور في اللي حصل في بورس عيد قصة كلها ربطة وربطة زي باقة الروابط وما بينكوا مشاحنات من 2007 بدأت بحرق واحد مرورا بمليون حاج مش هزا كرر كلامي تاني مش دي انتهت في النهاية نهاية موسفة اللي عمل السيناريو ده كله لأحقاط طوال خمس سنوات وتربصات وحرق وكذا وكذا السيناريو انتهى باللي حصل ده طب زن بالغلابة اللي ما بتقولش دي ايه اللي انت فارد كلمتك عليها ومخليها مغبونة ومقهورة النهاردة انا قاعد بفكر اكتر حاجة اصارت فيها النهاردة وانا بفكر في الوقفة اللي فاتت تعطي الرياضين اللي طلعوا فيها 3000 واحد لما طرق احيى المدرب المحترم ويفه قدام صفوفه قال اه طلع من القلب ناس قال لك ده زي فيلم عادل ما ماشي لكن هو بيقول اه اه دي فيها كل المعاني فيها القهر مقهور وفيها الغبن مغبون وفيها الظلم مظلوم وفيها كل المعاني اللي تتخيلها اللي الانسان في الاخر يجيله الضغط والسكر ويقع من طوله يموت لا له دور في اللي حصل ولا له زنب في اللي حصل ومع هذا الدنيا كلها وقفت مع اللي حصل وسندت أسر الشهداء وبمنتهى القوة واللي بيحزني احيانا ان بعض من أسر الشهداء وهم عدد قليل الحقيقة مازال واقف نفس الموقف غالبية العظمة قالت الناس لازم تشتغل ولازم تعيش ولازم 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 لكن بيحزني من البعض منهم وهم قليلون لا يتجاوزوا الكاف الواحد بدون اي منطق بيطالبوا بهذا الأمر أيضا مع الأسف يعني مع الأسف الناس بقت عايزة تاخد بس ما بقاش حد عايز يدي ده إذا كنت بفترض ان ده عطاء منك هو مش عطاء منك ده هو حق للغلابة مش عطاء منك لكن انا هفترض حتى ان هو عطاء منك بحدش عايز يدي كل عايز ياخد اه تاخد منك ومننا 74 شاب لكن ما حدش له زنبف ده بكرر للمرة الرابعة او المرة الخامسة او اتنين وسبعين للمرة الرابعة او الخامسة ولا واحد من المظلومين المقهورين اللي بيقولوا اي دول له دور واحد في المليون لرسخ احقاد ولا حرق حد ولا اقتحم ولا رمى ملطوف ولا رفع يقفط ولا كسر اهوي ومحلات ولا جر الناس في الشوارع ولا حاجة من دي خالص كل ده هو حصيلة ونتاج الممارسات هتزعلوا مننا انا عارف لكن لو ما قلناش كلمة الحق بما يرضى الله هنتحاسب عند المولى سبحانه وتعالى هنتحاسب عند المولى سبحانه وتعالى ما علينا لان انا اتكلمت في الاتجاهة كتير ولكن السن والعمر والافكار المغلوطة بتسيطر احيانا على البني ادم بعد سنة واثنين وثلاثة وخمسة وستة هيعرف الجرم اللي هو ارتكبه في حق شعب مصر هيعرف الجرم اللي ارتكبه في حق شعب مصر بكرة هي وقفة تعبيرية للرياضيين ولشعب مصر ايضا امام المنصة الساعة 12 زهرا ثم التحرك الى الاتحادية للتعبير عن الرأي وانا عملت مناداء ورسالة للرئيس مرسي يوم الاربع اللي فات ربما عيدها تاني بكرة ولا بعد اما نشوف عيدها زي ما هي كده لان مستنين مستنين نشوف رئيسنا هيعمل ايه عملونا الجماعة تقرير لطيف ساذ ابو المعاطي مع المجموعة مع محمد نصر تذكرة تذكرة ورون يال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر